حوادث السير ارتفعت في بريطانيا بنسبة 5% العام الماضي أكثر من مات شخص قتلوا في هذه الحوادث من سائق الدرجات ولكن هذه الفئة ليست دائما ضحية وإنما أحيانا يتسببون بحوادث يسقط فيها قتلى وجرح من المشاه هذه الأرقام دفعت بالحكومة للبحث عن إجراءات لتقليص عدد الحوادث التي يرتكبها سائق الدرجات بنوعيها الهوائي والناري لا تشمل معاقبة مرتكبي الحوادث غرامة أو سجنا وإنما ضمن إطار الوقاية خير من العلاج إنجاز التعبير من بين الإجراءات التي ستتخذها الحكومة البريطانية لحماية سائقي الدرجات والمشاه توفير دورات قيادة لمستخدمي الدرجات وبخاصة النارية منها تعزز من مهاراتهم في القيادة وتخفض عليهم قيمة التأمين على حياتهم وحياته غيرهم لن ينتهي الأمر هنا بالنسبة للشرطة البريطانية فستكون هناك مراقبة لسائقي الدرجات على غرار السيارات ولكن ربما لا تكون هذه الإجراءات كافية حيث أن السرعة التي يسمح للدرجات بالسير فيها تبقي احتمالات الخطر قائمة تمت مطالبات قديمة للحكومة تتجدد كل عام مع الإعلان عن أرقام الحوادث في البلاد تنادي بخفض السرعة للدرجات النارية إلى 20 ميلا في المناطق السكنية بدلا من 30 حاليا ولكن هناك من يعارض هذه المطالب بحجة أن السرعة الحالية منطقية ولا تتسبب بازدحام المرور